في كل مدينة مغربية تقريبا هناك أسواق للسلع التقليدية وأسواق أخرى للسلع المستوردة هنا في الضار البيضاء حين ترى الاكتظاظ في سوق السلع المستوردة يتبادل إلى الذهن سؤال حول مقاومة السلع التقليدية لها ولأسعارها المنخفضة جدا مقارنة بالمصنوعات اليدوية توجهت بسؤال لعبد الجواد فلح أحد تجار السجاد المغربي بتجربة تمتد لعقود أنا خابت شوية أتمان السلع التقليدية ما بقيتش بهذك الثامان غالك في اسمه الصين ولكن الحمد لله السلع التقليدية المغربية القيمة ديالها لازالت معروفة السلع التقليدية عندها شهرة أكتر فما الذي يجعل سلع التقليدية المغربية قادرة على المنافسة؟ حولت التساؤل إلى أبو قطار المختص في بيع الملابس التقليدية المغربية زبون مغربي مستعجل قطع حبل حوارنا فسألت سيد أبو قطار عن مدى إقبال المغاربة على السلع التقليدية مقارنة بالسياح مقاطعة الزبون المغربي الثاني لنا خلال بضع دقائق اعتبرتها أحسن رد على السؤال فغادرت المحل شاكرا للسيد أبو قطار علي أوجانا بي بي سي الدار البيضاء المغرب